أهلاً وسهلاً بطرابط سنة أولى السنوي في مادة الأحياء الجميلة النعرضة هنشرح الدرس الثاني في الفصل الثاني واللي هيكون عن الأحماض النووية وطبعاً إحنا عارفين أن الأحماض النووية هي عبارة عن جزيئات بينوجية كبيرة بتتكون من عدة جزيئات أصغر منها تسمى النيوكليوتي دات والأحماض النووية بتتكون بشكل أساسي من زرات الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والفوسفور فعلى سبيل المثال عندنا الكروموسوم اللي موجود داخل النواء بيختوي على الـ DNA اللي بيتكون من نيوكليوتي دات فبالتالي الأحماض النووية بتتكون من وحدات بنائية وهي النيوكليوتي دات والنيوكليوتي دات بترتبط مع بعضها بروابط تساهمية علشان تكون عديد النيوكليوتيت اللي هو الحمض النوور فيبقى كده النيوكليتي دات هي وحدة بناء الحمض النوور طيب النيوكليتي دات بتتكون من ايه؟ النيوكليتي دات بتتكون من ثلاثة أجزاء أول جزء هو عبارة عن جزء سكر خماسي وبيتكون من شلس زرات كربون بترقمين من 1 إلى 5 وبيكون فيه نوعين أساسيين من السكر الخماسي وهم سكر دي أكسي ريبوز يعني سكر منقوص الأكسجين أو ناقص زرات الأكسجين وده بيدخل في تركيب نيوكليتيدة الـ DNA والنوع التاني هو سكر الريبوز وده بيدخل في تركيب نيوكليتيدة الـ RNA تاني مكون من مكونات الليوكليتيدة هي مجموعة الفوسفاد ومجموعة الفوسفاد بتتصل بزرة الكربون رقم 5 لجزء السكر بواسطة رابطة 900 تالت مكون هي القاعدة النيتروجينية والقاعدة النيتروجينية بتكون متصلة بزرة الكربون رقم 1 لجزء السكر برضو بواسطة رابطة 900 وبيكون فيه خمس قواعد نيتروجينية وهما العدنين ورمزه A والجوانين ورمزه G والسيتوزين ورمزه C والصايمين ورمزه T ودول بيكونوا وقودين في جزئة الـ DNA ولكن بيتم استداء اليوراسيل في جزئة الـ RNA بدلا من الصايمين اللي موجود في الـ DNA وبالتالي بيكون الحمد النوة وـ DNA مختلفة عن الحمد النووي RNA في نوع السكر الخماسي والقواعد النيتروجينية المكونة نيل وبالتالي بيكون التركيب الجزئة لسكر دي اوكسي ريبوز الداخل في تركيب نيوكلتيدة DNA هو C5, H10 و 4 لأنه لاحظ زرة اكسوجين بينما تركيب الجزئة لسكر الريبوز الداخل في تركيب نيوكلتيدة RNA هو C5, H10 و 5 وبسبب اختلاف نوع السكر الخماسي والقواعد النيتروجينية ما بين نيوكلتيدة RNA والDNA بيكون عدد أنواع النيوكلتيدات المشتركة ما بين جزئة DNA وجزئة RNA هو صفر لأن السكر الداخل في تركيب نيوكلتيدة DNA بيكون مختلف عن السكر الداخل في تركيب نيوكلتيدة RNA وبالتالي لا يوجد نيوكلتيدة للDNA متشابهة مع نيوكلتيدة RNA فبيكون مجموع أنواع النيوكلتيدات في الأحماض النووية هم 8 أنواع 4 في الDNA وأربع في الRNA الأربع أنواع النيوكلتيدات الDNA بيكون السكر بتاعهم دي أكسي ريبوزي يعني ناعس زرة إكسجين والقواعد النيتروجينية بتكون كالتالي الأدينين واللي رمزه A والجوانين واللي رمزه G والسايتوزين واللي رمزه C والسيمين واللي رمزه T ولكن السكر الخماسي في الRNA بيكون سكر ريبوز مش ناعس أكسجين والقواعد النيتروجينية في الRNA الأدينين واللي رمزه A والجوانين واللي رمزه G والسايتوزين واللي رمزه C واليوراسيل واللي رمزه U وبالتالي بيكون عدد أنواع النيوكلتيدات المكونة للحمض النووي 8 أنواع فدلوقتي لو عايزين نعمل مقارنة ما بين الحمض النووي منقص الأكسجين اللي هو DNA والحمض النووي الريبوزي اللي هو RNA أول حاجة نوع السكر الخماسي في نيوكلتيدة الDNA بيكون سكر دوكسي ريبوز يعني بينقصه زرة أكسجين عن سكر الريبوز والقواعد النيتروجينية في الحمض النووي DNA بتكون سايتوزين وجوانين وأدنين وسايمين بينما الكواعد النيتروجينية في RNA بيكون سايتوزين وجوانين وأدنين ويوراسيل وعدد الأشريطة في جوزية الDNA بيكونوا شريطين من النيوكلتيدات بينما عدد الأشريطة في جوزية الRNA بيكون شريط واحد مفرد من النيوكلتيدات ومكان تواجد الDNA بيكون داخل نواة الخلية بحيث أنه بيدخل في تركيب الكروموسومات بينما الRNA بيتم نسخه أو تكوينه من الحمد النوو DNA داخل نواة الخلية وبعد كده بينتقل إلى السيتوبلازم نجي بعد كده للأهمية أهمية الDNA هو أنه بيحمل المعلومات الوراسية اللي هي الجيناد اللي بتنتقل من جيل لن آخر عند التقاصل والجيناد دي بتكون مسبولة عن إظهار الصفات المميزة للكان الحي وتنظيم جميع العنشاطة الحيوية للخلايا وأهمية الRNA بيتم استخدامه في بناء البروتينات اللي بتحتاجها الخلية والمسؤولة عن إظهار الصفات الوراسية وتنظيم العنشاطة الحيوية وده شكل التركيب الجزي للDNA وأيضا ده شكل التركيب الجزي للRNA وده ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر